هنا دب الرعب ومعه ذهب داب الحياة الغلبية نزحت من هذه البلدات حاملين ما غلى ثمنه وقل تقله ومن بقي فيها ينحصر عيشه بين خيارين أن يتصرف وكأن الموت غير موجود أو أن يتصرف مفكرا بالموت في كل لحظة هكذا هو المشهد هنا في جنوب لبنان جبهة ملتهبة ولا وضوح لاستهدافات إسرائيل فيها فكل ما هو متحرك وساكن قد يتعرض للقصف هنا استبعاد الحروب المباشرة يجعل ترقب وقوعها أكثر خوفا وجنوب لبنان هذه ليست أوكرانيا لأن شرارة حربها قد تشعل فتيل حرب إقليمية وعلى بعد كيلومترات قليلة من مناطق القصف تحب الأحلام هنا ويرقص حب الحياة متمردا على ظروف القهر والحرب نحن ما منتأثر وما زبط أن الحرب على مسافة قليلة بس نحن شعب ينبض بالحياة ورح نبال ننبض بالحياة شو ما صار ليك ولا شعب ليك لاك اخذ العين ما بهموا لاك صوف ولا نووي ولا طيران وبين من ترك دياره ومن يتشبثوا بالحياة ثمت من يتأملوا مغيبا ليرجوا غدا مشرقا بالأمانة من جنوب لبنان ضل فقار الشريفي الغد ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة